سواء كنت رجل أعمال حالي تمتلك أعمال عندك بزنس معين أو بدك تفتح ستارت أب شركة ناشئة وبعدين بدك تفكر بالنمو بالتوسع النمو والتوسع أنك تكبرها الشركة يكون الشركة رأس مالها في السوق مثلا مليون دولار يصور رأس مالها عشرة مليون دولار أما يكون في عندك عشرة موظفين يصوروا ميتة موظف هذا التوسع هذا النمو بد يكون مدروس بطريقة جيدة بطريقة استراتيجية وتكتيكية لأن التوسع في كثير من الأحيان يكسر الشركة واسألوا من جرب عملية التوسع نحن كنا في البزنس وفي الأعمال وشفنا شركات كبيرة تسقط هذه الشركة أو تخرج من السوق بمجرد ما تفكر في التوسع وفي النمو لأنه ما بيقدروا يتوسعوا ما بيعرفوا كيف بدون يتوسعوا بطريقة مدروسة وبطريقة عملية بهالمحاضرة بدي أعطيكم شو هي الاتجاهات العامة لعمليات التوسع والنمو كيف بتقدر تنمي شركتك شو هي الاستراتيجيات تاعت النمو وشو هي الاتجاهات العامة أول شيء يعني في عدة اتجاهات للنمو هو النمو أنك أنت من الممكن تكبر شركتك أو على الأقل تحافظ عليها في مكانها الحالي ولا تتأخر يعني كمان إذا كانت هلأ حجم الشركة آآ مليون وصارت خمسمائة ألف يعني أنت كنت عم تمشي بالنمو باتجاه خلفي باتجاه عكسي فعندنا ثلاث اتجاهات كبيرة للنمو والتوسع أول شيء التوسع والنمو هو أنك أنت تروح آآ تكون الشركة في عندها منتجات بسوق معين بتبيعها لأدي كمية منتجات تروح تدفعها نحو الأمام تحصل على حصة أكبر من السوق آآ من الممكن تاخد الحصة من المنافسين أما تاخدها عبر يعني إيجاد حاجات جديدة عند الناس لحتى يشتروا من عندك أو تكبر عندك السوق يعني هون نحن عم نفوت على سوق حالية ونحاول نوسح حالنا في السوق الحالية عم بحكي عن الاتجاهات الحديثة وليس عن الاستراتيجيات سوف أتكلم عن الاستراتيجيات الاتجاه الثاني هو أنت عندك مؤسستك ومنظمتك في هالظروف الصعبة عندك هالظروف الصعبة اللي بتمر فيها إذا كانت هذه الظروف لا تساعد على النمو فعلى الأقل عليك أن تحافظ على الاستقرار عليك أن تحافظ على الموقع الحالي للمؤسسة وأن لا تتراجع في الظروف الصعبة وأيضا عندك موضوع التجديد والتحديث يعني فيه كمان أمور تعيق النمو فيه عوائق للتوسع فيه عوائق أنك أنت تكبر شركتك هون بهذا الاتجاه أنت بتروح تعمل على إزالة العوائق الإدارية الداخلية التنظيمية ما عندك موظفين جيدين بدهم تدريب ما فيه عندك أنظمة معلوماتية مزبوطة فيه عندك الفعالية والكفاءة تبعها المدراء اللي عندك والقادة اللي عندك بدك تشتغل عليها فهون بتروح بتعمل تشديد وتحديث من أجل إزالة عوائق النمو فهذه الثلاثة اتجاهات في عملية النمو والتوسع الآن أتكلم عن الاستراتيجيات أنت هدفك الاستراتيجي هو النمو والتوسع ولكن ما هي هذه الاستراتيجيات التي تساعدك في تحقيق هذا النمو والتوسع بدي أحكي عن 8 استراتيجيات في عنا أنسوف المفكر الشهير أنسوف اللي حكي عن استراتيجيات للنمو كمان عنده ماتريكس هذا شي تاني بحكي عنه بمحاضرة أخرى الاستراتيجية الأولى هي اختراق السوق الحالي الماركت بنتريشن الماركت بنتريشن يعني ممكن أنت تعتمد أنك تخفض أسعارك السوق المحلي أنت بدك تزيد حصتك منه موجودة منتجاتك بعد هي بزيتها ما غيرت فيها بس عندك مجموعة من الزبائن معروفين بدك تحاول تكتر هالزبائن ممكن عبر خفض الأسعار عبر إظهار القيمة أكثر عبر مجموعة من التكتيكات اللي بتخليك تخترق السوق تتغلغل في السوق أكثر فأول استراتيجية للتوسع هو الماركت بنتريشن أنك تخترق السوق الحالي بمنتجاتك الحالية ولكن ببعض التكتيكات الإضافية الاستراتيجية الثانية هي التكامل الأفقي الهوريزنتال انتجريشن هون بالهوريزنتال انتجريشن شو بيقلك؟ بيقلك أنت عندك السبلاي تشين يعني سلسلة التوريد المزودين اللي عم بزودولك بضاعة يمكن الكباسيتي تعيطون عالي قادرين يزودوك بمواد أولية بشكل أكبر وأكثر بتروح انت شو بتعمل؟ بتحاول تعمل انتاجك على مستوى المزودين على مستوى سلسلة التوريد يعني بتطلع بمنتجاتك على مستوى قديش عم بيقدروا هون المزودين يعطوك مواد أولية بتكبر شغلك بنفس المنتجات اللي عم تعملها ولكن بالكباسيتي بالطاقة الانتاجية تعيد المزودين تعيد سلسلة التوريد ليش عم سميها هوريزنتل تكامل أفقي لانه أول شي بتجيك سلسلة التوريد بتفوتوا لعندك بعدين بروحوا على سلسلة التوزيع فهذا التكامل الوفقي استراتيجية الثانية عندك التنويع الدايفرسيفيكيشن الدايفرسيفيكيشن انه من الممكن انت يكون عم تبيع عربع منتجات تصير يتبيع عشر منتجات عشر خدمات ربما تتكامل مع منتجاتك الحالية او من الممكن انتك تروح تجرب مجموعة من المنتجات الجديدة تدخلها بالسلة المنتجات اللي عم تبيعها الاستراتيجية اللي عم نحكي عنها التنويع الدايفرسيفيكيشن ممكن تحقق قلل لك المخاطر انه اذا في بعض المنتجات صارت معاش مقبولة بالسوق يكون في عندك منتجات جديدة فانت بتنوع سلة منتجاتك هذه استراتيجية ثالثة الاستراتيجية الرابعة انك انت عندك مجموعة من الزبائن موجودين هلا عم يشتروا منك او فياقل العلامتك التجارية او فياقل البزنس تقولك عندك مساء افترضنا مطعم معين عندك مقهى معين عندك مؤسسة اعلانية مؤسسة عندك اياها بتروح بتدخل حسب ما انت شايفه من زبائنك ممكن تحكي مع زبائنك تعمل لهم تعمل لهم استبيان معين تسأل لهم انتو شو حاب بين شي جديد تعرف انت انماط شراءهم لهالزبائن وتدخلهم منتجات جديدة هذه المنتجات والخدمات الجديدة بدأت توسع لك شركتك كمان من ضمن زبائنك الموجودين لانه زبون الموجود من السهل انك تبيعه لانه بكون تعود عليك تعود على السيستم تعولك تعود على البيبول اللي عندك الاستراتيجية الخامسة اللي هي التكامل الخلفي يعني الباك ورد انتجريشن يعني انتو بتعرفوا بيجي بخلف المؤسسة بيجي الابستريم بيجوا هون ناس اللي بروحوا بينجوا منتجات بيعطيك منتجات اولية بيعطيك مواد اولية لمنتجاتك يعني اللي بدخلو لك بسلسلة القيمة عندك وغيرهم شو معنات الباك ورد انتجريشن انك انت من الممكن تروح تشتري حدا من هالمزودين تشتري حدا من اللي عم بيقدم لك بضاعة اولية تشتريه وتعمله جزء من البزنس تعولك هذا من قلله الباك ورد انتجريشن بتكون وسعت شغلك من ناحية المزودين من ناحية الاستحواذ على هؤلاء في عندك القنوات البديلة يعني انت اليوم عم تبيع افترضنا بالمحل عم تبيع بمعرض بمول معين فيك تروح تدخل السوشال ميدا تبيع عليها فيك تدخل انستغرام فيك تدخل الاي كوميرس التجارة الالكترونية فيك تنزل على التلفزيونات فتعتمد قنوات بديلة لحتى تسوي منتجاتك وتوصلها للزبون كمان هذه استراتيجية اللي هتأمن لك حصة اكبر بالسوق وعندك كمان منتجات جديدة لزبائن جدد يعني كاتبها هون مغلط فيها عم بكتبها بس هي يعني هون بدك تروح تدرس انه هون ناس لمنهم زبائنك اليوم عم يشترون محلات تانية هون لشو ويعني ممكن تقدم لهم قيمة منتج جديد وتروح تسويقوا لهن وهون بدك تعمل عملية يعني دراسة للزبائن المحتملين وللخدمات والمنتجات من الممكن ان يكونوا يهتمون بها وعندنا هون التكامل الأمامي يعني مثل معنا شفت التكامل في عندي الـ الـ بيقلك انت سلسلة التوزيع ما انت بيجي عندك التوريد التصنيع الخدمات اللي بدك هيه بدك تروح توزع منتجاتك فانت من الممكن انك تستحوذ على هؤلاء اللي عم بيوزعوا لك منتجك يمكن انت تكون عم تعمل مبيع بالجملة وعم بيبيعوا لك منتجاتك مثلا محلات بالريتيل بالمفرأ تروح تستحوذ على شبكة وسلسلة هذه المحلات الريتيل وانت تصور تبيع منتجاتك مباشرة من الجملة الى الريتيل المستهلك مباشرة فهذا التكامل الأمامي من الممكن انك تستحوذ أيضا على شركات خاصة بالديستريبيوشن بالتوزيع والكثير من الافكار والتكتيكات الخاصة باستراتيجية التكامل الأمامي فاني شايف هون في عندي ثمانية استراتيجيات للتوسع والنمو وكل استراتيجية من الممكن يكون في عندها تحت منها مجموعة من التكتيكات وهالاستراتيجيات الثمانية بدأت تحقق لك الهدف الرئيسي لمؤسستك انك تتوسع وتنمى وتكبر هالمؤسسة هالا هون في عندي ملاحظة مهمة انه مش كل الشركات فيها تروح تتوسع اما تنمى في شركات خلاص بيتحافظ على وضعها او متروح تخسر وضعها فالتوسع والنمو يعني من الممكن ان لا يكون صالحا لكل الشركات ولكل المؤسسات ولكل المنظمات بده يدرس الواحد ظروفه يدرس قدرات مؤسسته يدرس الكفاءة الاساسية لها المؤسسة اللي هو عملها بيقدر يتوسع بهمه التوسع اذا توسع بده يجيب لحاله مشاكل اكتر ووجع راس اكتر ولا لا فقبل ان يدخل في عملية التوسع بده يجلس المدير مع الفريق الاداري اللي عنده يخططه ويقرره انه هل نحن مهتمون بالتوسع او لا